موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ننتقل الآن إلى غزوة فتح مكة حتى نربط فتح مكة بالسابق نحن كنا تحدثنا عن صلح الحديبية وصلح حديبية كان مقدمة الفتح فتح مكة ونهاية الوجود الشركي في الجزيرة العربية كان من شروط الصلح أنه من أراد أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ذلك ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فله ذلك فكان لهذا الأمر أن دخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أن دخلت بكر في حلف المشركين في حلف قريش وخزاعة بالمناسبة نحن نقول دائما خزاعة كانت عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم أي دائما هم في صفه هم دائما معه مشركهم وكافرهم لهذا الأمر في تاريخ وذلك أن عبد المطلب نازعه عمه نوفل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم نازعه عمه نوفل في بعض السقايا التي كانت في يد عبد المطلب وأخذها منه عنوة فعبد المطلب استنصر على عمه بأبناء عمومته وقومه فلم يجيبه أحد قال أنت هذا الأمر بينك وبين عمك فهنا عبد المطلب استنجد بأخواله بني النجار وحنا قلنا أنه بني النجار في المدينة اللي من أنصار كانوا هم أخوال عبد المطلب ليس أخوال النبي كما يقول الناس أخوال النبي هو أخوال عبد المطلب فهم أخوال جده نعم فطلب المساعلة من أخواله بني النجار فجاء حوالي سبعين رجل منهم بقوة السلاح أرجع نوفل عبد المطلب أرجع السقاية لعبد المطلب ثم بعد ذلك استعانا أو تحالف عبد المطلب بمع له خزاعة وتحالف عمه له نوفل مع بني أخيه عبد شمس صار في حلفين عبد المطلب وخزاعة ونوفل مع عبد شمس فلذلك هذا بقي هذا العهد بين بني عبد المطلب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا على الحلف الأول اللي كان مع عبد المطلب المهم وكانت بني بكر دخلت في حلف قريش والمشركون لا يقيمون عهدا إلا بقوة السلاح وبالقوة هم يسيرون فغدرت بكر بخزاعة كانوا على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوتير فغدرت بهم بكر وباغتوهم هناك وكان بينهم قتال وقتل رجل من الخزاعة وساعدت قريش سرا بكر بالسلاح بل وقاتلوا معهم خفية دون أن يظهروا في الصورة حتى لجأت خزاعة لجأت إلى الحرم فهنا وكان على وطبعا مش كل بكر اللي كانت في هذا الموضوع بل كان هناك نوفل بن معاوي الديلي من بني بكر نوفل وجماعته فلما دخل خزاعة الحرم فقال له الناس إنهم قد دخلوا الحرم إلهك إلهك أي عظم إلهك فقال نوفل كلمة فقال نوفل بن معاوي اللي هو زعيمهم الديلي كلمة العظيمة قال لا إله له اليوم ما فيش إله يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلا عمري إنكم لتسرقون في رواء لتسرفون في الحرم أنتم بتذنبوا وبتعملوا عمائل في الحرم أفلا تصيبون ثأركم وإيش قصة الثأر الثأر هذه كانت في الجاهلية وفي التاريخ كان بين خزاعة وبين بن بكر كان في حروب ومكائد وعداوة قديمة فأراد أن يثأر لثأره القديم في هذه الحادثة وقتل من خزاعة في تلك في ذلك الغدر حوالي 23 رجل فذهب خرج عمر بن سالم وبديل بن ورقاء الخزاعة وجماعة من خزاعة حوالي 40 رجلا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي رواية السيرة أن صرت عمر بن سالم ثم أمرهم نبي صلى الله عليه وسلم من أربعين أن يرجعوا إلى مكة متفرقين في الأودية حتى لا ينتبه إليهم أحد والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إلى الخروج ولم يحدد للناس وجهته إنما استنفارهم للخروج فخرج نحو عشرة ألاف مقاتل وهنا أبو سفيان يستدرك الأمر ويحاول أن يذهب أو ذهب إلى المدينة أبو سفيان كان زعيم مكة القريش في ذلك الوقت فليطيل أمد الصلح وليصلح الاعتداء الذي حدث من بكر على خزاع فلما وصل لم يجد هناك من يسمع له دخل على ابنته أم حبيبة فلم تأذى له بالجلوس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى علي وإلى عثمان ولم يعطي أحدا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شدة الغضب فراجع ولم يحظى بأي اتفاق كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الوجه التي وهذه كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصرح بوجهته زيادة في العماية على المشركين وحتى يحقق مبدأ المباغة بل واكثر من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان مرارا أنه كان يبعث العيون لتأتي له بالأخبار ف دائما الأجهزة الأمنية الأصل أنه تشتغل أو تعمل لصالح الأمة فإن عملت تعمل لصالح الأمة من أجل أن أن تعلم أخبار العدو لا من أجل أن تقل أخبار الأمة إلى العدو ولذا كان هناك في حدث خطير في هذا الموضوع حاطب بن أبي بلتع رجل بدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والناس خروج يأمر الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم علي والمقداد والزبير بأن يخرجوا إلى روضة خاخ فإن هناك ضعينة ستجد هناك ضعينة أي امرأة ومعها كتاب فخذوه منها فخذوه منها وأمر أن يأتوا بالكتاب إليه روضة خاخ موضع من أحماء المدينة قريب من حمراء الأسد حماه النبي صلى الله عليه وسلم من بعده الخلفاء لإبل الصدقة لإبل بيت المال ولغنم بيت المال ولخيل بيت المال ما كان يؤتى لبيت المال من إبل وخيل وغنم وغير ذلك كان يوضع في تلك المنطقة لأن كانت المنطقة كثيفة الكلء فيها كثير والعشب فيها كثير والخير فيها كثير وفعلا وصل علي والزبير والمقداد وصلوا إلى روضة خاخ فوجدوا فعلا المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات النبوة فأمروها أن تخرج الكتاب فعنكرته فقالوا لها لتخرجنهم أو لنجرد النكي يعني معك معك هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلما رأت عزمهم على ذلك أخرجته من عقاصها فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به خطاب من حاطب بن أبي بلتعى رضي الله تعالى عنه إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم بجيش كبير فاستدعي على الفور حاطب لماذا فعلت ذلك فقال يا رسول الله لا تعجل علي إنما إني كنت امرأة لسيقا في قريش ملسقا يعني أنا أنا ليس من أهلها أنا هيك ملسق عندهم ليس من قبائلها حد ما فيش عندي حد يحميلي ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم أنا ما عنديش فقلت أصنع عندهم معروف لو إنه لم تكن هناك يعني نصر لنا بيكون أنا إلي إيد عندهم يعني فيحافظون على أهلي ومالي ما فعلت ذلك لا كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام بس شيء أورته أصنع لنفسي ولأهلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا عمل خطير جدا إفشاء الأسراء العسكرية إخبار العدو بأخبارنا هذا أمر فيه اسمه الخيانة لكنه شفع لحاطب شفع له أمر واحد فقط وهو أنه من أهل بدر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما استاذ أن يقتل إنه قد شهد بدرا وما يجريك إلا على الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وهذا المؤمن الذي يبشر بالجنة ليس معنا ذلك أنه معصوم إلا أنه قد غفر له يعني هناك في ذنوب وهذه من الذنوب حتى ولو كانت كبيرة والإنسان يبقى لابد أن يبقى على حضر من ربه تبارك وتعالى ولا يطمئن ولا يركن إلى أعماله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وفيه دليل واضح أنه أن مرتكب الكبير لا يكفر كما قال من قال بذلك من الخوارج مرتكب الكبير وهو مغفور له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه اعملوا ما شئتم فأني قد غفرت لكم شريط أن يكون لا جاحد ولا منكر وفيه حكم الجاسوس هل يقتل هذا ما سألت خلاف بين العلماء منهم من قال أنه يقتل ومنهم من قال إنه إن تكرم منه العمل ذلك إن تكرم منه يعني إذا أول مرة يستتاب وإلا إن تكرم على ذلك يقتل بفعله بتكريره يعني مسألة هي مسألة اجتهادية مسألة تعزيرية والله تعالى أعلم وأيضا فيه دلالة فيه في الحادثة فيها دلالة على صدق النبوة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي بأمر المرأة أبو سفيان يصبح رهينة في أيدي المسلمين فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو زعيم المشركين وكان قد رأى الجيش الكبير والريات الكثيرة والعدل الذي لا طاقة لقريش به فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء به أو لما جاء به قال له أما أنا لك أن تسلم يدعوه للإسلام فينبهر أبو سفيان لهذا الأمر وظن أنه يقتله وظن أنه يفعل به الأفاعيل وهو الآن هو الغالب فبي أبي أنت وأمي يا رسول الله ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى أبو سفيان وهو زعيم قريش حتى الآن أن يرى قوة المسلمين فأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند حطم الخيل الطريق المؤدن إلى مكة حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس وقف معه فجعت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة هذه كتيبة غفار وهذه كتيبة جهينة وهذه كتيبة الأنصار وهذه كتيبة المهاجرين وكانت على كتيبة الأنصار يحمل الراية ويقودها سعد بن معبادة رضي الله تعالى عنه ومعه الراية وفي الطريق إلى مكة مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر أمه فينزل ويستغفر لها استأذن استأذن الله سبح و تعالى أن يستغفر لها فأبى فلم يأذن له الله سبحانه وتعالى قال فاستأذنت واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي رحمة لأمه إني سألت ربي في استغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار وفيه جواز زيارة قبور المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة زيارة المشركين في الحياة وزيارة قبورهم بعد الوفاة وخاصة في الوالدين و الله صلى الله عليه وسلم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام لأنه ليس وقت عمره في حرب يقول عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ صورة الفتح يرجع ويقول لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع هذا عبد الله بن مغفر إيش معه يرجع يرجع أن يتلوه يتلو صورة الفتح يتلوها بحسن تلاوة ومد وتغني وتغني مطلوب في القرآن فيقرأ صورة إن فتحنا لك فتحا مبينة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويرددها ويكررها ويحسنها ويقلوها والنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر كيف حاصرت حاصرته في شعب أبي طالب وكيف منعت عنه الزادة وكيف جموع وكيف أخيف في مكة قبل الهجرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد حلينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حلينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانا حيث تقاسموا على الكفر أي وقت ما اجتمعت قريش على مقاطعة المسلمين اقتصاديا واجتماعيا ثم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة دخل مكة دخل إلى المسجد الحرام أمر كان حول البيت حوالي ستون وثلاثمائة من الأصنام الموجودة فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد والجيش الإسلامي هو داخل يقول سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة أبو صفية نسمع هذه العبارة فهيقول يا حب ذا يوم الذمار يا حب ذا يوم الحرب ماذا يقول هذا الرجل عن ماك اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة القتل واستحلال الكعبة الكعبة حرام جاءت فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان فقال يا رسول الله لم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال فما قال قال كذا وكذا قال كذا بسعد وكذب بمعنى أخطأ وكذب دائما يستخدمها الصحابة ويستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الخطأ وليس بمعنى الكذب كذب سعد أي أخطأ ولكن هذا يوم يعظم الله الكعبة ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة قال وأمر أن تركز رايته بالحجون على الحجون راية سعد أن تركز أن يمكث في الحجون ولا يصل إلى الكعبة ثم لما أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المسجد الحرام أمر المسلمين بأن يخرجوا ما فيها من الآلهة وما فيها من صورة كانت لإبراهيم تمثال لإبراهيم وإسماعيل وفي يديهما الأزلام والأزلام كما قلنا هي الأقداح التي كان المشركون هذه من العقائدهم أنه إذا أردوا شيئا إذا أرادوا شيئا يخرج أو لا يخرج استقسموا بهذه الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط لا إبراهيم ولا إسماعيل عمرهم استخدموا هذه هذا كل كان من كذب الجاهلية وافتراء الجاهلية وما أدخله على دين إبراهيم عليه السلام دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وكبر في أرجائه وخرج ولم يصلي فيه أول مرة خرج ولم يصلي فيه ثم بعد ذلك رجع إلى بيت أم هانة ابنة عمه فصلى هناك رجع إلى بيت أم هانة ابنة عمه واغتسل هناك وصل ثماني ركعات في بيتها ثم لما انصرف قال تقول له أم هانة إن أخي أو ابن أمي زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرته يا أم هانة لقد أجرنا من أجرته يا أم هانة يعني معنى أجرنا أي حمينا فرضنا له الحماية أجرته ابن هبيرة أنا أعطيته الأمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوفي حتى بعهد المسلمات والمسلمين قد أجرنا من أجرته يا أم هانة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرجع إلى الكعبة ويدخلها ويصلي في داخلها وكان معه أسامة وبلال وعثمان ومكث فيها طويلا حتى خرج فكان أول الداخلين بعده عبد الله بن عمر يسأل بلالا أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي مكانه ومعروف إنه عبد الله بن عمر كان من أكثر ناس الاختداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إن أبو قحافة والد أبو بكر وكان رجلا كبيرا قد عتى في السن وكان رأسه ثغامة والثغامة أي كانت بيض كلها والثغامة هي نبتة معروفة في الجزية العربية كانت كلها وراقها وجذعها كله أبيض فشبه بها جاء أبو بكر بأبيه أبو قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنت تركنا نأتي هذا الشيخ قال هو أحق أن يأتيك يا رسول الله ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي قحافة ودعاه إلى الإسلام فأسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مكة فقال إن الله قد حبس عن مكة الفيل الفيل اللي جاء كان جاء مع أبره الحبش يريد الكعبة الله سبحانه وتعالى منعهم من ذلك وصلت الله عليها رسوله والمؤمنين الله سبحانه وتعالى أحلها لنا وإنما أحلت لنا ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل والمعنى أن مكة بعدها هي أحلت فقط ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة أما بعد ذلك فهي حرام إلى قيام الساعة لا يجوز لأحد أن يروع مسلما في ولا لا يجوز أن يروع مسلما في البيت الحرام ولا يجوز أن يخيفه ولا يجوز أن يقطع شجرها ولا يجوز أن ينفر صيدها حتى الصيد فيها آمن فكيف بأمة تخوف ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة أهدر أسماء بعينها وأشخاص بعينهم لما كان لهم من تاريخ أسود في محاربة الإسلام ومن ذلك كان عبد العزة بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعكرم بن أبي جهل والحوارث بن نقيد ومقيس بن صبابة وهبار بن الأسود وقينتان كانتان بن خطل كانتان تغنيان في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصار مولات بني المطلب التي كانت تحمل رسالة حاطب إلى مكة ثم إن النبي عكرم بن أبي جهل عكرم بن أبي جهل هرب إلى اليمن فتلحق به زوجته وتأتي به بعد أمان النبي صلى الله عليه وسلم له ويسلم الحوارث كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم قتله علي يوم الفتح مقيس بن صبابة أسلم وهذا مقيس بن صبابة الذي قتل أخوه خطأ هشام قتل خطأ فجاء تظاهر بالإسلام ثم حتى إذا تمكن من قاتل أخيه قتله ثم ارتد أسلم البقيس وقبل رسول صلى الله عليه وسلم منه مسلام هبار كان شديد الأذى للمسلم وكان قد آذى زينب وأسبب في إسقاط جنينها وجاء إلى نبي صلى الله عليه وسلم وطلب العفو وعفى عنه القينتان التي كان تهجو أن نبي صلى الله عليه وسلم أحدهما قتلت والثانية أسلمت ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حرم زواج المتعة وزواج المتعة هو الزواج المؤقت بوقت بأيام معدودة أو بشهر أو بأكثر أو أقل أنه مؤقت مقابل مبلغ من المال وكان قد نبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أحله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منه شيء فليخلى سبيله فليخلى فليخلى سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمه النشان اللي كان عنده شيء من زواج السمتاع يتركها ولا يأخذ مما أعطاها شيء أن الأنصار يتخوفون بفتح مكة وانتصال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكة وقال بعض الشباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدركته رغبة في قومه وفي عشيرته والوحي يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجمع الأنصار كلهم يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله قال قلتم أما الرجل فقد أدركته رغبته فأدركته رغبته في قريته قالوا قد كان ذلك اعترفوا نعم قلنا يعني أنت حنيت لبلدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحي محياكم والممات مماتكم فالمحي إني رسول الله أي أنا لا أنقذ العهد أنا رسول الله أولا الله سبحانه أخبرني بما قلتم وأنا قد عاهدتكم منذ بيعة العقبة الثانية المحيا محياكم والممات مماتكم وهذه اليوم أكد عليه في زمن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خير من يوفي بعهده فأبقى الانصار على النبي صلى الله عليه وسلم يبكون ويقولون والله ما قلنا يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله بنا إياك عندنا مش عايزين أنك تتركنا وترجع إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم وصلى اللهم على سيدنا محمد